اشتركوا في القناة اخواني انا اعطيت حستين يمكن هاي الحصة الثالثة الحصة الاولى كانت كيف اختار استاذي اذا كانت طريقتي في دراسة توجيه بطاقات انه كيف انا اختار استاذي شو الاستاذ بناسبني ما فيه اشي اسمه استاذ احسن من استاذ فيه اشي اسمه استاذ اسلوبه بناسبني او استاذ اسلوبه ما بناسبني وزي ما حكينا انه فيه طلاب بحب الحكي الكثير بحب يتسلى اثناء الحصة بحب انه الاستاذ يظل مرح معاه وظل يضحك كذا هذا طبعا طريقة في طلاب آخرين بقولك أنا ما بدأ أضيع وقت أنا ما معاي وقت التوجيه يكسير لازم أني أغتنم كل دقيقة فبالتالي بركز على الأستاذ اللي بنجز بالمادة اللي يحكيه بكون أقل من غيره فهذه الشغلة أنه أنا أختار أستاذي شغلة مهمة تعتمد عليك بدرجة بدرجة الأولى إخواني اليوم بدي أحكي عن أداة مهمة هاي الأداة مهمة كثير هاي الأداة بدونها أنت في التوجيه مش رح تعرف يعني تمشي المشاكل اللي بتواجهك والمسائل اللي بتواجهك هاي الأداة إذا أنت ما أثقنت همية بالمية أنا بقول لك أنه رح يتواجه مشاكل كثيرة ومش رح يكون معاك وقت أنك تعوض ليش؟ لأنك رح تنشغل المادة التوجيهي ومش رح تبطل فاضي أنك إيش أنك تحل هاي المشكلة شو هي هاي الأداة؟ الأداة هاي اللي هي حل المعادلات حل المعادلات كثير مننا أو معظمنا بفكر حاله بيعرف حل المعادلات ليس؟ لأنه إحنا قدسنا نو pusها من الصف السادس من الصف السادس وإحنا بلسنا أن ناخذ حل المعادلات ولكن للأسف أنه في جزئيات بسيطة بتواجهنا أثناء الحل بتوقفنا عن إيش؟ عن الحل طيب أنا بداية بدي أحكي عن معادلات كثيرات الحدود أول شغلة بدي أحكي لك شو يعني معادلة وشو يعني معادلات كثيرات الحدود بداية تعريف المعادلة رياضيا هي أي تعبير جبري أو أي تعبير رياضي يحوي متغيرا وإشارة مساواة أي تعبير رياضي بحوي متغير شو يعني متغير متغير يعني أي حرف من أحرف اللغة الإنجليزية يعني مثلا لو قلنا على سبيل المثال X زائد 5 تساوي 10 هاي معادلة إنش معادلة؟ بدك تسأل حالك يا أستاذ هاي فيها متغير بدك تقول لي آه فيها متغير اسمه X طيب فيها إشارة مساواة هاي فيها إشارة مساواة معناته هاي شو اسمها؟ اسمها معادلة أي تعبير رياضي بحوي متغير وإشارة مساواة هذا شو بنسميه؟ بنسميه معادلة طيب فيها أنواع للمعادلات ولا نوع واحد؟ لا فيها أنواع كثيرة للمعادلات فيها أنواع كثيرة أنا بدي أحكي عن معادلات كثيرات الحدود طيب شو هي معادلات كثيرات الحدود؟ أنا بالحصة الماضية حكيت عن كثيرات الحدود وكان تعريفها إنه الأسس في كثيرات الحدود اللي هي القوة بتكون عبارة عن أعداد صحيحة غير سالبة أعداد صحيحة غير سالبة والمعادلات كذلك الأمر المعادلة إذا بدأت سميها معادلة كثيرة حدود بدأت تكون القوة صحيحة غير سالبة أمثلة خلينا نأخذ أمثلة مثلا لو كان عندي على سبيل المثال X تكعيب زائد سبعة X تربيع ناقص خمسة تساوي عشر تمام هذه المعادلة أو اسمه عادلة طلع عليها فيها متغير أو فيها متغير اسمه X طيب تمام فيها مسوى أو فيها مسوى إذن هذه المعادلة هل هي معادلة كثيرات حدود هل هي كثيرات حدود طلع عليها القوة القوة من قديس القوة هون ثلاثة هل هي موجب هل هي غير سالب يعني نعم غير سالب طيب هل هي كسر لا عدد صحيح ممتاز لازم تكون صحيح غير سالب طيب هون برضو الاثنين ما في مشكلة الاثنين عدد غير سالب وعدد صحيح إذن هاي هي شروط معادلات كثيرات الحدود أي معادلة بتوفر فيها هذا الشرط أنا بسميها معادلة كثيرة حدود نأخذ مثال ثاني أنه ما تكونش عندي معادلة كثيرة حدود يعني مثلا لو كان عندي إكس قوة نص زائد ثلاثة إكس تربيع زائد سبعة إكس تساوي عشرة هاي هل هي معادلة نعم معادلة معادلة فيها متغير آه هاي إكس فيها مساوى آه فيها مساوى هاي إذن هاي معادلة متفقيد بس هل هي معادلة كثيرة حدود طلعوا على القوة طلعوا على القوة القوة قديش عندي هون نص وإحنا مشترطين معادلات كثيرة الحدود مشترطين إنه إيس إنه تكون القوة عدد صحيح غير سالب وأنا عندي النص وان شماله النص وانا كسر فبالتالي هاي معادلة ولكنها ليست معادلة كثيرات حدود ليست معادلة كثيرات حدود أو كثيرة حدود طيب كمان مثال كمان مثال لو أخذنا على شبيل المثال كلها تمهيد يعني بداية تمهيد للحصة بس نعرف عشان لما نحكي معادلات كثيرات الحدود أنت تكون فاهم شو قديم نحكي مش معقول ندخل التوجيهي وإحنا مش عارفين نميز بين أنواع المعادلات تمام إخواني طيب بدي أخذ معادلة خلينا أخذ معادلة مثلا عندك X قوة سالب 5 زائد 7 X قوة 4 شاو 0 هل هاي المعادلة كثيرة حدود طلع عليها القوة عندك شو عندك القوة هون سالب 5 طيب هاي عندك قوة سالب 5 إذن من هون خلص فشل الاختبار ليست معادلة كثيرة حدود شو السبب السبب أنه القوة عندي هون إيش هي سالبة وإحنا مسترطين أساسا مسترطين أساسا أنه القوة لازم تكون إيش القوة لازم تكون أعداد صحيحة غير سالبة القوة اللي عندي هون سوية سالبة إذن في هاي الحالة بحكي إيش هاي المعادلة ليست كثيرة حدود تمام إخواني تمام طيب الآن فهمنا سوية معادلات كثيرات الحدود كيف بدنا نبلش بدنا نبلش بالتدريجي طبعا المعادلة المعادلة بتوخذ حال كثير الحدود بصنفها حسب كثير الحدود المشكل إلها يعني عندي هون مثلا كثير الحدود F X بساوي X زائد 5 الآن شو نوعه كثير الحدود هذا هذا الاقتران كثير الحدود شو نوعه من أي درجة بتحكي لي قوة X واحد إذن هذا إيش منسميه اقتران خطي منسميه اقتران خطي طيب من مين اقتران خطي معناته المعادلة هايها تابعة ل الاقتران هي نفس الاقتران بس عملنا لها حطاني يساوي صفر لاحظ أنه نفس القاعدة كويس فإذن هاي شو نحكي عنها معادلة خطية نحكي عنها معادلة خطية تمام ليش لأن القوة فيها بتساوي واحد قوة المتغير فيها بتساوي قديش بتساوي واحد طيب اللي بعديها لاحظوا اللي بعديها عندي اقتران GX بتساوي 2X تربيع زايد 4 تمام شو القوة عندي أعلى قوة عندي أعلى قوة عندي اثنين أعلى قوة عندي اثنين شو معنات الحكي معنات الحكي إنه هذا الاقتران تربيعي تربيعي حسب أعلى قوة موجودة طيب شو بتكون المعادلة اللي مرتبط بهذا الاقتران شو المعادلة اللي تكون بها تكون 2X تربيع زايد 4 شاوي صفر إذن هاي المعادلة شو نوع بدي يكون بدي يكون تربيعي معادلة تربيعية معادلة تربيعية تمام فهي كأنا ميزت اللي هي نوع المعادلة طيب اللي بعديها لاحظوا عندي كثير حدود هذا من أي درجة كثير الحدود طلع على درجة قديش على درجة ثلاثة إذن هذا كثير حدود من الدرجة الثالثة من الدرجة الثالثة طيب معادلة شو بتكون بدأ تكون 6X تكعيب هاي هاي 6X تكعيب زائد 48 زائد 48 تساوي ساوي صفر طيب هاي المعادلة من أي درجة من الدرجة الثالثة إذن بحكي هاي معادلة من الدرجة الثالثة تمام واضح أنا بدي منك هسا هو أنا شايف عندي هون هذا الملف طبعا هذا رح نزلك إياه رح نزلك إياه على مجموعة الواتس رح بعدك إياه إذا مش من ضمن مجموعة الواتس نضمن مجموعة الواتس الخاصة في جيل 2006 وستة ورح نزل رابط تبعها في صندوق الوصف تبع هذا الفيديو بدي منك تكتب لي هون اقتران وشو المعادلة المرتبطة فيه ونوع المعادلة من أي درجة كذلك الأمر هون 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 هذا الملف رح نزلك إياه المجموعة بتقدر أنت شو تعمله تعمله طباعة وستير تحل عليه طيب أستاذ كويس ممتاز كثير افهمنا الآن بدأتعلم شو يعني حل المعادلة شو يعني حل المعادلة يعني لو واحد سألني قال لي شو يعني حل المعادلة شو بدي أخيره خليكم معي دقيقة بس طيب إخواني لو واحد سألني واحد وقفك بالشارع قال لك بالله عليك بدك تفهم لي شو يعني حل المعادلة أنا بسمع كثير بيحكوا حل المعادلة حل المعادلة ولكن أنا مش فاهم شو يعني حل المعادل شو بدك تحكيله بدك تحكيله ان المعادلة اللي بكون فيها متغير عبارة عن تعبير رياضي في متغير هذا المتغير يمثل مجهول يمثل عدد يمثل عدد انا مش عارف شو هو انا مش عارف شو هي شو هو معنك المتحل المعادلة ايجاد قيمة هذا العدد ايجاد قيمة هذا العدد اللي بحيث لو انا حطيته هذا العدد مكان المتغير اكس انه تطلع المعادلة صحيحة كيف يعني يعني تطلع عليه هون أبين فيما إذا كانت القيم الآتية تمثل حلا للمعادلة المبينة إزائها يعني قبالها تمام أنا وعندي هون قيمة اسمها X تساوي 6 وبيحكي لي السؤال بيين لي هل تمثل حلا لهذه المعادلة الآن أنا كيف بدي أعرف بدي أشيل X أو المتغير بغض النظر X أو غيره وبدي أحط مكان X هذا العدد وأشوف شو المعادلة بتطيني هل تحققت أم لا طيب تمام شيل X هل شلنا X وحط مكانه قديش وحط مكانه 6 وكمل المعادلة زائد 1 هل تساوي 7 6 زائد 1 سبعة إذن تساوي 7 إذن بهذه الحالة بحكي نعم نعم العدد 6 يمثل حلا للمعادلة ليش طيب لإني لما عوضته أعطاني معادلة صحية أعطاني تعبير صحيح لما عوضته أعطاني تعبير صحيح طيب على نفس السؤال هذا لو قلت لك X تساوي 4 هل تمثل حلا هل تمثل حلا شو بك تحكي بدنا نشيل X وبدنا نحط مكانها قديش 4 وبدنا نكمل المعادلة زائد 1 هل تساوي 7 4 زائد 1 5 والخمسة شمالها لا تساوي 7 طيب تمام عندي وانا بردو نفس الشيشي بقول لي X تساوي 3 بدي أشوف هاي تمثل حلا ولا لا شو بدي أعمل بدي أروح على الـ X و بدي أشطبها وحط مكانها قديش بدي أحط مكانها 3 بس فيه 2 قبل الـ X ما بنساها هاي 2 وهي مكان الـ X إيش 3 2X شو يعني يعني 2 ضرب X وانا حطيت مكان الـ X ثلاث يعني 2 ضرب ثلاث وكمل المعادلة زائد خمسة وبدأك تسأل حالك هل يساوي 7 هل يساوي 7 أقضى الحكي طيب خلينا نشوف 2 ضرب ثلاث قد يجعطيك 6 طيب 6 زائد 5 هل يساوي 7 هاي علم السؤال هل يساوي 7 لا لا يساوي 7 لا يساوي 7 لا يساوي 7 التناقض هذا من أين حصلت عليه نتيجة تعويضنا الثلاثة في المعادلة معناتك بحكي الثلاثة ليست حلا لهذه المعادلة الثلاثة ليست حلا لهذه المعادلة تمام لما أنت تكون تصلح باسكليت اعتبر حالك تصلح باسكليت تمام تمام إذا نصلح هذا الاسكليت ومسكنا المفتاح الشق أو الرنج 12 وإذا نضع الرندلة نفكها ولكن الرندلة قياس 14 السؤال القوي هل ستنفك معك الرندلة لا تنفك طيب شو السبب لأنه بساطة المفاكة التي تستخدمها قياس 12 وقياس الرندلة 14 فإذا أريدك تفكر الرندلة يجب أن يكون الرندلة يجب أن يكون المفتاح قياس 14 نفس الشيء أن هذه المعادلة لكي تتحقق يجب أن يكون هناك قيمة X ولكن القيمة الثلاثة لم يحلت لي المشكلة لم يحطني يساوي 7 لم يحقق الطرف الأيسر ويساوي الطرف الأيمن إذا سأقول هذه ليست حلا للمعادلة طيب تمام دعنا نرى X تربيع زائد 2 يساوي 18 طيب تمام شو بدي أعمل بدأ أجيب وإلى X تساوي 4 بدأ أشوف الأربعة حل بدأ أشوف الأربعة حل ولا مش حل روح على X أسطبها وحط مكانها قديس حط مكانها 4 لكن لاحظ أنه في تربيع على X معناته أنا حطيت مكان X 4 معناته في تربيع على 4 لازم أحط التربيع على 4 احنا اتفقنا أن نسطب X بس لا نسطب أي شيء ثاني إذا ما ضروب عدد بدي أضروب عدد إذا ما رفوع على قوة بدأ رفع على قوة تمام الآن الإكس هيها حطيناها أربعة الآن تربية بكمل المعادلة زائد اثنين وبسأل حالي هل تساوي ثمنتعاش طيب بسط الأربعة تربية ستعاش زائد اثنين آه والله تساوي ثمنتعاش شو معناته معناته العدد أربعة العدد أربعة شو ما له حلا للمعادلة العدد أربعة حلا للمعادلة ليش؟ لأنه لما عوضته بالطرف الأيسر أعطاني الطرف الأيمن إذن حلا للمعادلة تمام اللي بعديها اثنين اكس تكعيب زائد أربعة يساوي ثمنتعاش والإكس بتساوي قدياش اثنين خذ الإكس يساوي اثنين وحطها مكان مين حطها مكان الإكس لاحظ الإكس شو ما له مرفوع على قوة ثلاث ومضروب باثنين ما بدك تنسى هذا الإشي أنا بعوض أوكي مكان الإكس اثنين بس ما بنسب إيش مضروبة أو مرفوع على شو الآن عندي هاي الاثنين ملاج دخل هاي قوة للإكس اللي هي اثنين والإكس مرفوع على القوة ثلاث زائد أربعة هل تساوي ثمنتعاش؟ هذا السؤال اللي أنا بدي أجاوب عليه أول إشي الأولوية أولويات العمليات ما نحن قديم نأسس صح خلينا نحكي عن أولويات العمليات أنا عندي أولويات العمليات أول أولوية أو عندي هون في هذه الجزئية بديش تفرع كثير أولوية للقوة بعدين للضرب يعني هون لما بدأ فيك ما بيشير أحكي ثنين ضرب ثنين شوى أربعة بعدين أرفع لقوة ثلاث لا بدك تحكي هاي الاثنين أولوية لمين؟ الأولوية للقوة اثنين تكعيب اللي هي ثنين ضرب ثنين ضرب ثنين تمام؟ اللي هي قديش؟ اللي هي ثمانية إذن هاي الاثنين اللي برا عملت الأولوية اللي هي ثنين تكعيب اللي هي 8 زائد 4 هل تساوي 18 خلينا نكمل نشوف 2 8 16 زائد 4 هل تساوي 18 الجواب لا لأن 16 زائد 4 يساوي 20 طيب كويس لا تساوي 18 معناته هذا العدد يمثل حلا لا لا يمثل حلا لأنه العمل للمشكلة أساسا لما عوضته طلع معي 20 تساوي 18 فبالتالي التناقض هذا طلع نتيجة طلع نتيجة أني أنا عوضت الاثنين في المعادلة فبالتالي بقول هذا العدد ليس حلا للمعادلة ليس حلا للمعادلة تمام إخواني تمام طيب هكا تقريبا يعني خلينا نحكي بلسنا في المعادلات في الأداية المهمة اللي رح تلزمك على في مسيرتك في التوجيه اللي الله ينجحكم وكلكم إن شاء الله يا ربي ونشوف علاماتكم كلها فل بإذن الله تعال طيب عندي هون عنوان حل المعادلات الخطية بالجمع والطرح حسا المعادلات الخطية المعادلات الخطية اللي أنا بلشت فيها أساسا اللي هي بتكون قوة فيها واحد برضو مش نوع واحد عدة أنواع في عندي الآن معادلة بكون فيها جمع أو طرح يعني بتكون الإكس زايد إشي شاوي أو إكس ناقص إشي بتساوي الآن بدأ فهمك القاعدة اللي بنائنا عليها أنا بحل المعادلة اللي بنائنا عليها بنحل المعادلة أنا في أي معادلة في عندي طرف أيمن هاي المساواة وفي عندي هون طرف أيصر هايو على شمالي وهنا طرف أيمن تمام هذول طرفي المعادلة طرفي المعادلة وهاي المساواة فالمساواة هي اللي بتفصل طرف الأيمن عن طرف الأيسر تمام طب كيف أنا بحلها؟ بنقول لك أنه الآن أنت بتحل بالعملية العكسية بالعملية العكسية أنا بعرف أنه في عندي عملية جبرية كم عملية عندي العمليات الجبرية كم عملية أربع عمليات فيش غيرين الجامع والطرح والقسمة والضرب صحيح في غيرين كل عمليتين من هذول عكس يعني الجامع عكسها الطرح والضرب عكسها القسم طيب والطرح شو عكسها ما احنا قلنا طالما انه الجامع عكس الطرح معناه الطرح عكس الجامع طيب انا عشان اتخلص من اشي في الموجب عشان اتخلص من اشي في الموجب لازم أطرح منه كويس وإذا بتخلص من إشي في السالب لازم أجمع له يعني إذا عليك دين عشان تصل للصفر شو لازم تعمل لازم تسدها ضد دين نظيف وإذا إي لك مصاري لازم تخذهم تمام نفس الفكرة أنا إذا كان عندي معادلة مضاف إلها أو مطروح منها عدد زي المعادلة الموجودة عندي هاي الـ X زي 7 تساوي 9 طلع عليها لاحظ شو المشكلة عندك هل هي محلولة هل هي محلولة كيف بتكون محلولة المعادلة إذا كانت X تساوي عدد هيك بتكون حلية المعادلة إنه X لحالة فيش معاه ولا شي ولكن لاحظ عندي هون شو فيه عندي الطرف الأيسر X زي 7 الطرف الأيمن 9 إذن هاي المعادلة محلولة لا مش محلولة ليش لأنه المتغير مش لحاله في طرف الأيسر المتغير مش لحاله في طرف إذن في هاي الحالة بدي أحل طيب تمام بدي أحل إذن بدي أتخلص من إيش بدي أتخلص من العدد اللي مع اللي مع إكس طيب تمام شو العدل مع إكس سبعة طيب بدا أسلك سؤال السبعة مجموعة ولا مطروحة ولا مقسومة ولا مضروفة بدك تقول لي طلع زائد سبعة يعني مجموعة للسبعة الإكس مجموعة للسبعة أو السبعة مجموعة للإكس عشان تخلص من السبعة هاي بأي عملية بتخلص منها بمعنى هي مجموعة للسبعة فبتخلص منها في العملية العكسية اللي هي الطرح إذن لازم أطرح قديش نفس العدد سبعة تمام طيب أستاذ انت حكت انه في طرفين للمعادلة وبسيرش أنا بسيرش اني أنا أطرح سبعة من طرف وخلي الطرف الثاني بدون طرح لازم زي ما عملت على الطرف الأيسر تعمل يعني الإجراء اللي بتعمل على الطرف الأيسر لازم تعمل على الطرف الأيمن ممتاز طرحنا سبعة من هون وفهمنا ليش عشان نتخلص من السبعة هاي ناقص سبعة من الطرف الأيمن كمان لانه انجبرت اني أعمل جهيك زي ما عملت في الطرف الأيسر كيف رح سير شكل المعادلة زاية سبعة وناقص سبعة هذول بدنا نروح مع بعض تمام بدو يظل عندي في الطرف الأيسر إكس لحالها تمام تمام هاي لأنا بدأ أصله شو بدو يساوي التسعة ناقص سبعة يساوي قديش يساوي ثنين اذا انا حليت المعادلة هذا هو العدد الذي يحقق لي المعادلة اذا تتحقق ماذا بحالك صح او غلط ارجع عوضها في المعادلة احكي حط مكان x2 2 زائد 7 هل تساوي 9؟ هذه 2 زائد 7 هل تساوي 9؟ الجواب نعم 2 زائد 7 يساوي 9 معناته ايش؟ معناته تحقق المعادلة هيا انا اتحققت هذا هو التحقق تمام؟ اللي تحتيها x ناقص 3 تساوي 4 وين الطرف الايمن؟ نحدد الطرف الايمن هاي الطرف الايمن هاي الطرف الايمن تمام؟ وينه الطرف الايسر؟ هذا كله طرف ايسر هذا كله طرف ايسر المساواب تفصل بين الطرف الايمن والطرف الايسر شو ما كان على يمين المساواب وكون كله طرف ايمن وشو ما كان على يصار طرف إيصار المساواة بيكون طرف أيسر تمام إخواني تمام الآن لاحظ X لحالها ولا مش لحالها X مش لحالها شو في معها في معها ثلاث طيب الثلاث هاي شو العملية بينها وبين X عملية طرح عملية طرح على طول استحضر العملية اللي بدأت ساعدك شو هي اللي عكس الطرح شو هي الجمع إذن هون العملية اللي بدأت استخدمها اللي هي إيه اللي هي الجمع طيب إذن بدأت أجمع قديش نفس العدد اللي عامل لك المشكلة اللي هو قديش ثلاث هاي زائد ثلاث طيب على طول بيكتحكي الطرف الأيمن نفس الإشي لازم أعمل معه زي ما عملت بالطرف الأيسر يعني هون إيش هيزائد ثلاث ما بيصير تعمل إجراء عطرف من الطرفين وتنسى الطرف الثاني تمام هاي ناقص ثنين زائد ثنين شمالها راحت ظلت الـ X لحالها بالطرف الأيسر ساوي أربعة زائد ثلاثة ويساوي قديش ويساوي سبعة هيحلينا المعادلة تمام إخواني لحد الآن تمام على الرغم من بساطة هذه المواضيع إلى أنه أحيانا الطالب بيخربط في طلاب كثير في عنده مشاكل في حل المعادلات الخطية خصوصا إذا كان عندي كسور يعني اطلالي على المثال هذا X زائد ثلاثة بالعشرة يساوي واحد وثمانية بالعشرة هسا هون الجزئيات اللي أنا حكيت لك عنها هون الجزئيات اللي أنا حكيت لك عنها أنه ممكن أنت تعرفت حل المعادلة لو لكن بيجيك أحيانا زي هيك كسر أو عدد كسري أو عدد عشري وبتواجه مشاكل أحيانا أنه هذا الموضوع أنت بتكون فشق عنه على أساس أنك بتعرفه وأنت أساسا بتكون دارس كويس فبتواجه المشكلة عشان هيك نحن بنمر على الجزئيات هاي عشان ما يظل ولا معلومة أنت مش مر عليها ولا معلومة إلا تكون مريت عليها طيب شو الفكرة يا أستاذ الفكرة هي نفسها هذا عبارة عن عدد وهذا عبارة عن عدد الإكس زي ما إحنا شايفين الإكس زي ما إحنا شايفين بيختلفش الطريقة ما بتختلف ولا إشي أنا بدأ أخلي إكس لحالة بدأ أحل المعادلة إذن لازم أطرح قديش بدأ أطرح ستة بالعشرة طيب طرحنا ستة بالعشرة من هون من هون شو بدأ أعمل بدأ أطرح ستة بالعشرة كويس طيب كيف بدأ أطرح يا أستاذ هاي هاي بدأ تروح مع هاي ماشي لأنه نفس المقدار بدأ تضل إكس لحالة هاي الإكس لحالة ساوي واحد ثمانية بالعشرة ناقص ستة بالعشرة تعال لي هون اللي عندك مشكلة تعال واحد ثمانية بالعشرة ناقص ستة بالعشرة اطرح يلا بلش من اليمين ثمانية ناقص ستة يساوي اثنين نزل الفاصلة واحد ناقص صفر واحد واحد اثنين بالعشرة كأنك قاعد تطرح عدد مكون من منزلتين كأنك قاعد تطرح عدد مكون من منزلتين طيب استاذي بلكي كان عندي يعني هاي واحد بوينت اثنين هاي طلعنا قيمة اكس طيب بلكي كان عندي الطرح هنا العكس مثلا لو كانت عندي خلصنا حلنا معادلة هاي هيا اكس طرحنا من منزلتين بالعشر من منزلتين بالعشر طلع معاين ناتج اكس تساوي واحد بوينت اثنين اللي هي واحد اثنين بالعشر تمام تمام خلينا نرجع لهذا الموضوع شوي هون لو كان عندي أنا العكس شو بدأسوي مثلا كان عندي مثلا واحد فاصلة ثلاثة خمسة زي هيك وعنده هون سبعة اثنين صفر اذا بدي اطرح يا أستاذ هون خمسة ناقص سبعة لا يجوز لا يجوز نفس نمط نفس نمط الطرح العادي بدك تيجي هون تأخذها تشحد من هاي واحد بدي تسير هاي قديش اثنين هاي شو بدي تسير بدي تسير خمسطعش خمسطعش ناقص سبعة بيعطيك ثمانية اثنين ناقص اثنين بيعطيك صفر وهي الفاصل العشرية وواحد ناقص صفر بيعطيك قديش بيعطيك واحد طيب تمام طيب يا أستاذ لو كان لو كان اثنين بالعسرة او اثنين بالمية اثنين بالمية ناقص واحد فاصلة ثمانية كيف تطرحها هاي أستاذ كيف تطرحها الآن هون تجي تحكي قواعد الجمع بالطرح لم يكون عندي عددين عددين حقيقيين وبيدي اطرح فاذا كانت الاشارة مختلفة هذا جميع انت شايفين موجب ناقص هذا اذا اشارته سالبة اللي بعد اشارة الناقص هذا معناته اشارة سالبة فنطرح هما نطرح الكبير من الصغير والاشارة للأكبر نطرح هما والاشارة للأكبر طيب من الكبير فيهم لاحظ من الكبير فيهم الكبير فيهم الواحد ثمانية بالعشرة الكبير فيهم واحد ثمانية بالعشرة جاي قبل الناقص ولا بعد الناقص لا بعد الناقص اذا اشارة الناقص له اذا الناتج هون شو بدي يكون جبالي بدي يكون سالب لأنه الأكبر سالب الأكبر سالب تمام الآن ونطرح هما اطرح هما الكبير ناقص الصغير يعني تحكي واحد وثمانية بالعشرة ناقص 2% هاي فاصلة هاي 2% يلا اطرح اشوف طيب يا أستاذ ما عندي هنا أنا وعندي هنا ثمانية ماشي بس هنا بدي اطرح من اليمين أنا هنا ما في عدد حط صفر حط صفر إذا ما في عدد بتعاوض و تحط صفر طيب تمام يا أستاذ الآن صفر ناقص اثنين لا يجوز بدي تشحد من جارتها هاي بدي تصير سبعة بدي تصير واحد هون بدي تصير هذا عشر ناقص اثنين شو هي بيصير هاي ثمانية وهي سبعة ناقص صفر سبعة وهي فاصلة واحد ناقص صفر واحد إذن واحد ثمانية وسبعين بالمية هاي واحد فاصلة سبعين ثمانية وسبعين بالمية طبعا الإشارة شمالها هاي محددها أنا مسبقا سالب ليش لأنه الأكبر الأكبر سالب فلما يكون مختلفين بالإشارة نطرح هماء والإشارة للأكبر تمام يا أخوانا خنشوف المثال اللي بعدين اللي هو هذا اثنين اكس ناقص اثنين اكس ناقص اثنين بالعشرة تساوي أربعة بالعشرة لاحظ أنه عيّة عندي الطرف الأيسر وهي الطرف الأيمن الاكس مش لحالها في طرف إذن المعادلة هي مش محلولة عشان تنحل هاي المعادلة لازم يكون عندي اكس لحالها في طرف وباقي الأعداد في طرف الآخر طيب اكس شو معها؟ معها اثنين بالعشرة طيب تمام هاي الثنين بالعشرة يا هل ترى شو العملية بينه وبين اكس؟ بتقول العملية الطرح طيب شو اللي بخلصني من عملية الطرح؟ اللي هي عملية الجمع العملية العكسية لعملية الطرح طيب قديش؟ بدي أجمع نعم الأجمع هإن ، طيب قديش؟ نفس العدد اللي هي المجد hurهو 2 2 إذن بدي أجمع هون 2 بالعشرة هاي زائد 2 بالعشرة هون نفس الاشي زي ما اتفقنا انه شو ما بعمل على الطرف الايسر بدي اعمل على الطرف الايمن زاد 2 بالعشرة طيب تمام الان ناقص 2 بالعشرة زاد 2 بالعشرة هاي بتختصر بتظل اكس عندي ايش لحالة هاي اكس والمساواة بتنزل هاي يساوي 4 بالعشرة ناقص 2 بالعشرة 4 ناقص 2 2 نزل الفاصل العشرية وهي الصفر هات اذا اكس بتساوي قدياش 2 بالعشرة اكس بتساوي عفوا زادت انا يعني 6 بالعشرة 6 بالعشرة لاني جمعة جمع 4 بالعشرة زاد 2 بالعشرة 6 بالعشرة تمام اخواني عوضها هون 6 بالعشرة ناقص 2 بالعشرة Sadly is 4 بالعشرة اذا كلامك ايش春 كلامك صحيح 100 بالمية طيب اخواني هذا بالنسبة لما يكون عندي ايش لما يكون عندي جمع او طرح طيب بلك كان عندي قسمة او ضرب بلك كان عندي قسمة او ضرب بالضرب القسمي القáveis جاء تحكيلي تحكيلي انه إذا كان المتغير مضروبا بعدد أو مقصوما على العدد فإننا نتخلص من هذا العدد بضرب طرفي المعادلة بمقلوب العدد يعني مثلا لو كان عندي ثلاثة X زائد أو ثلاثة X بتساوي تسعة لاحظ هون X مضروبة ضرب بالثلاثة إذن هون لا جمع ولا طرح العملية عندي هون العملية للمشكلة X مش لحالها شو السبب معها ثلاثة شو العملية بين الثلاثة والX ضرب إذن شو العملية لعكسية للضرب اللي هي القسمة مقلوب الثلاثة اللي هو ضرب بمقلوب الثلاثة اللي هو الضرب بثلث يعني قسمة على ثلاثة يعني قسمة على ثلاثة فسواء قلت الضرب بمقلوب أو قلت بالقسمة على ثلاثة مقلوب الثلاثة أو بالقسمة على ثلاثة نفس الحكي قسمناها ثلاثة بيصير معامل واحد خلص يتظل X لحالها والمعامل الواحد لا يكتب تساوي التسعة كمان شو لازم اعمل فيها دقسم معها ثلاث راح تطيني قديش راح تطيني ثلاث إذن الحال شو بتصير الحال بتصير X بتساوي ثلاث إذن هذا بالنسبة ليش هذا بالنسبة لا الضرب نأخذ كمان أمثلة خليني أخذ كمان أمثلة افترض عندك كونها X على 2 تساوي 7 هذه المعادلة هل هي معادلة أنها visada متغير فيها هل هي محلولة لا ليش لأنہ في عدد مع regardless X الحال خلال Europa X ليس لحالها في الطرف الايسر طيب هذا العدد شو هو العدد الثنان شو العملية بينه وبين X X مقصومة عليه X مقصومة عليه طيب شو لا SUS TerS من القسمة الضرب بكديش بنفس العدد لعملك المشكلة ضرب 2 طيب بتصرف الايسر طيب بالطرف الايمن pierbly تطيني تسجيل بالطرف الايسر طيب سوف يختصر 2 مع 2 سوف يظل معي X لحالها هنا و هذه X كيف يستوي 7 ضرب 2 وهي 14 طيب أستاذ قلت أنت ضرب مقلوب عندي هنا ضرب مقلوب معامل X معامل X كيف؟ نص ماذا مقلوب النص؟ اقرب 2 على 1 وهي كيف؟ تمام؟ إذا النفش عندما أحكي ضرب 2 أو مقلوب النص هي 2 مقلوب النص والثلاثة مقلوب الثلثة تمام؟ إلى آخرين طيب دعونا نتابع في الأمثلة دعونا نتابع في الأمثلة نوقض كمان مثال لا نفترض أنه أنا عندي X X على 6 تساوي 3 بالعشر هذه الجزئيات المهمة أنه يكون عندك وهذا المنهاج منهاج الجديد منهاج التوجيه الجديد بيهتم كثير في الأرقام بالكسور كثير بيهتموا بالأرقام والكسور راح تلاقي اسأل طلاب التوجيه اسأل طلاب السنة توجيه يعني 2005 اسألهم كيف الأرقام في كتابهم أرقام ضروري جدا تريد التعامل معها ما تستبعدها من بالك يعني ما تستطرد لما يأتيك سؤال أرقام كسرية لا تستطرد ولا تستبعدها حلها ويعرف كيف تنحل طيب أنا عندي هنا الاكس ليس لحالها في طرف زي ما احنا شايفين وعندي مقسومة على ستة العملية للمشكلة هي القسم والعدد هو ستة إذن شو العملية بتحل المشكلة؟ الضرب بقديش؟ بستة إذن هون شو بدي أعمل؟ بدي أضرب ستة وهون بدي أضرب بستة تمام إخواني؟ تمام هاي الستة مع الستة بدأت تروح بتظل عندي إيش؟ إكس لحالها هاي إكس والإكس هاي شو بدأت تساوي؟ ثلاثة بالعشرة ضرب ستة كيف أضرب؟ لما يكون عندي كسر عشري بعدد أو كسر عشري في كسر عشري خلينا أذكرك فيها خلينا أذكرك فيها على هامل شوان أنا لما يكون عندي كسر عشري زي ما هو موجود عندي أول إيش بتكتب الأعداد ولا كأنه فيه إشي ولا كأنه فيه فواصل ولا كأنه فيه إشي هاي ثلاثة بالعشرة ضرب ستة اللي هي ثلاثة وستة اضرب هنا ببعض رح يعطينا قدس 18 فبتيجي بعدين بترجع للأعداد بدك تعد المنازل اللي على يمين الفاصلة العشرية اللي موجودة في العددين العدد هاد في منزلة واحدة اللي هي إيش؟ اللي هي الثلاثة على يمين الفاصلة هون الستة لا يوجد منزلة على يمين الفاصلة يعني لو لو أضعت فاصلة هنا بتكون صفر 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 لا يوجد إذن أنا عندي في كل العددين لا يوجد منزل واحدة على يمين الفاصلة ونقوم بالمنزلة واحدة على يمين الفاصلة إذن ناسج كدائش بتكون 1 ثمانية بالعشر إذن إكس بساوي كدائش واحد ثمانية بالعشر طيب تمام أستاذ هون بما أنك أنت حكي لنا أعطينا كمان مثال خلينا الأمور تتضح أكثر من هيك طيب تمام هس رح نعطيك مثال نفترض مثلا أنا عندي عدد مثلا على سبيل المثال اثنين فاصلة ثلاثة أربعة وهذا العدد بدي أضربه في واحد فاصلة اثنين تمام أول شغلة بتكتب العددين ولا كأنه في عندك فاصلة عشرية كأنه فيش عندك فاصلة عشرية تمام هاي العدد الأول اللي هو A2 ثلاثة أربعة بدون فاصلة والعerving الثاني اللي هو رح سير الـ 12 ضدون فاصلة عشرية طيب بعدين شو نعمل الثنين مع ضرب أربعة رح تطيك ounding هذه ثمنية والاثنين مع الثلاثة رح تعطيك 6 والاثنين مع الثنين سوف أعطيك 4 سوف تخلصنا الأحد سوف تضرب 0 العشرات سوف تضرب العشرات سوف تضرب 0 تحت الأحد تمام 1 ضرب 4 4 1 ضرب 3 3 1 ضرب 2 2 تمام ضربنا العددين طيب بعدين شو نعمل نجمع 8 زائد 0 8 تمام تمام 4 زائد 6 أو 6 زائد 4 8 0 1 1 4 5 3 8 2 0 2 2 إذا نطلع معي العدد 288 طيب كويس يضربنا لكن في عندي فواصل ارجع للإعداد الأصلية هاي الفاصلة أكم عدد عيمين 1 2 هاي هون عندي عددين عيمين الفاصلة وهون عندي عدد واحد عيمين الفاصلة مجموعهم ثلاثة أعداد على يمين الفاصلة بني يأتي هولا على الناتج يقول 1 2 3 هاي الفاصلة ليش لأنه طلع معي الأعداد ثلاث أعداد على يمين الفاصلة مجموع الأعداد اللي على يمين الفاصلة هاي العددين هون بدي أعمل نفس الشي بدي أخلي ثلاث أعداد على يمين الفاصلة طبعا إخواني الحص القادم إن شاء الله تعالى بدي أحكي عن حل المعادلات الخطية ومتعددة الخطوات شو متعددة الخطوات يعني؟ يعني يكون فيها ضرب و جمع مع بعض يعني مثلا 2x وبرضو عندي زائد خمسة مثلا بتساوي عشر على سبيل المثال إنه عندي هون ضرب و جمع في نفس الطرف إيش؟ الطرف الأيسر هذا الحك إن شاء الله تعالى راح يحكي عنه الحصة القادمة خلوكوا معانا شدوا حيلكوا استخدموا هاي المعلومات استخدموها إذنك هسة أول ثنوي لساتك استخدمها استخدمها في منهاجك اللي هسة بتأخذه الله يعطيكم ألف عافية ولا تنسونا مصالح دعائكم الله يعطيكم ألف عافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته